أشهد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة بتعدلات قانون العمل الأهلية مؤكدين دعم الدولة المصرية لمنظمات المجتمع المدني لدورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهين الشكر للقيادة السياسية على إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني مشروع قانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بمؤسسات العمل الأهلي واللي بتضمن التعديل فلسفة يعني إعطاء الفرصة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر لتوفيق أوضاعها الحقيقة أنه حينما فتح الأمر أو طرح أمر توفيق الأوضاع تقدم أكثر من 30 ألف مؤسسة عمل أهلي في مصر بتوفيق الأوضاع وكان لابد أنه نعطي الفرصة للبقية من مؤسسات العمل الأهلي واللي بتتراوح تقريباً من 20 إلى 25 ألف مؤسسة إلى الآن لم تستطيع توفيق أوضاعها في ظل ظروف كورونا وما إلى ذلك والحقيقة أنه ده يعني بينبثق من دور الدورة المصرية ورؤيتها السياسية حول أهمية قطاع العمل الأهلي في مصر اللي بتحكم فيه عدد كبير جداً جداً من خطوط التنمية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية البداية الموضوع أن عضاء مجلس الشيوخ عن التنصيقية قدموا بمشروع القانون لمد فترة توفيق الأوضاع واستجابت لها الحكومة والحكومة تقدمت بمشروع القانون اللي تمت منقشته النهاردة في الجلسة العامة وتمت الموافقة عليه وده اللي بيتيح الفرصة لكل الجماعيات والمؤسسات الأهلية اللي لسه موافقاتش أوضحها تبتدي تشتغل على عملية توفيق الأوضاع وده برضو دورنا الرقابي كنواب عن لجنة التضامن الاجتماعي وعن التنصيقية بننزل بنشوف الجماعيات بتقدم إيه الأنشطة المختلفة اللي بيقدموها من مختلف المحوظات هل هي وسطة العدد كبير من الناس ولا لأ